نعود مشاهدين الكرام إلى موضوع تفجير السلاح الميليشيات الذي ذكرناه قبل قليل معنا لتعليق بشأن هذا الموضوع هاتفيا من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسم السيدة عقيد الركن حاتم الفلحي مرحبا بك إذن بعد تكرار انفجارات مخازن السلاح الميليشية في الآيام الأخيرة لماذا تضطر الميليشيات إلى تخزين أسلحتها ومنها الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية التي أدى انفجار بعضها إلى قتل مدنيين نعم سأل خير لك ولمشاهدي قناتكم الكريم أهلا وسلم أنا أقول بداية بأن هذه الميليشيات ليس للدولة سيطرة عليها فبالتالي عندما لا تكون هناك سيطرة للدولة على هذه الميليشيات تقوم هذه الميليشيات باتخاذ الأجراءات التي تراها مناسبة بالنسبة لها كميليشية تعمل في هذه المناطق أنا أعتقد بأنه ما يجري من تفجيرات يعود لأسباب متعددة أولا الحرارة التي يمتاز بها الجو في العراق هي حرارة غير اعتيادية وبالتالي شروط الخازن غير متوفرة في مخازن العتاد التي تعود إلى هذه الميليشيات يضاف إلى هذا بأن هذه الميليشيات تعمل وفق أجندة خاصة وهذه الأجندة قد تحتم عليها في بعض الأمرار استخدام المناطق السكانية لإقفاء هذه الأسلحة لأنها تقوم بالتصنيع والتخزين في هذه المناطق لأنها تحسب حسابات بأن هناك مناطق مثلا تعود إلى هذه الميليشيات ومناطق أخرى تسيطر عليها ميليشيات أخرى وبالتالي نحن نتكلم عن دولة وإنما نتكلم عن دولة ميليشيات كل ميليشيات تسيطر على منطقة معينة وبالتالي تحاول أن تقدس هذه الأعدادة في هذه المناطق لغرض استخدامها عندما تكون هناك حاجة لإستخدام هذه الأسلحة ولكن ألا تستطيع حكومة السيطرة على ذلك لماذا تسمح بهذا التخزين داخل الأحياة السكنية ومعروف أن القوات المسلحة لها أماكن محددة بمواصفات خاصة نعم أكيد بأنه شروط الخزين يجب أن تتوفر هناك درجة حرارة معينة ويجب أن يكون التخزين بأسلوب معين وهناك مستودعات مخصصة لأغراض التخزين وما إلى ذلك ولكننا نحن نتكلم عن دولة لا تسيطر على هذه الميليشيات بل على العكس أن هذه الميليشيات تبردت على كثير من الأوامر الآن حتى في العقوبات التي تفرض على إيران كثير من الميليشيات أصدرت بيانات بيّنت بأنها لن تلتزم بما التزم به العبادي بأنه سيلتزم بتطبيق العقوبات على إيران وقالت أن هذا الأمر لا يخص هذه الميليشيات وأننا لن ننفذ ما يطلبه العبادي في هذه القضية إذن نحن نتكلم عن ميليشيات لا تعتمر بأمرأة القادة العامة وقوات المسلحة حسب الدستور وحسب اللواءة الموجودة في المقوانين وإنما ميليشيات لها قوانينها الخاصة وتعتبر بأمرأة مرجعيات هذه المرجعيات قسم منها لا توجد حتى في داخل العراق وإنما في خارج العراق وبالتالي هي تنفذ ما يطلب منها من قبل مرجعياتها أما ما نتداوله من بأنه هناك قيادة عامة وهناك هيئة حشد أنا أعتقد هذا هو للتزويق وتزويق المظهر الخارجي فقط أما التزيطرة الفعلية فهي لقيادة هذه الميليشيات التي كانت تمي إليها وهي خارج العراق يعني لافت للنظر كثرة الانفجارات للميليشيات في الأيام الأخيرة وبعد كل انفجار لمخازن أسلحة هذه الميليشيات تعلن حكومة نيتها التحقيق ثم لا يعرف الرأي العام في العراق أي شيء عن نتائج هذه التحقيقات ما تعليقك؟ نعم أكيد هناك تفجيرات حصلت في بغداد الجديدة وفي منطقة العبيدي وهناك تفجيرات الآن في كربلا هذه جميع هذه التفجيرات التي حصلت فيها الفترة السابقة هذه التفجيرات عندما تذهب بعض الجهات للتحقيق تجد بأن هذه الأخازن تعود إلى ميليشيات موجودة ضمن الحجز الشعبي وبالتالي يتم قفل التحقيق أو غلاق الملف بكامله لأنها تعود إلى جهة معينة لأنه لا فضوة للدولة ولا قرارات لها بتنفيذ ما يجب أن تطلبه من هذه الميليشيات لذلك نحن نقول لا هذه الحادثة ولا الحوادث التي سبقت كانت هناك تقارير تبين مسؤولية الانفجار وعاديته ومحاسبة الذين قاموا بهذا التفجير وما إلى ذلك وإنما يتم إقبال التحقيق وإنهاء القضية لأنها تعود إلى ميليشيات معينة وهذا دليل آخر على أنه ليس هناك للدولة سطو على هذه الميليشيات شكرا جزيلا لكم إسطنبول بحث في واحدة الدراسات السياسية وإستراتيجية راسام سيد العقيد الركن حاتم الفلحي